السلام عليكم. ازاي ندخل حاجة صورة مثلا 2D في قلب البرنامج بحيث ان احنا نبدأ نرسم حدود البيت بتاعتنا. فهروح هنا من Tools هقول له Start Race Wizard. بيقول له هترسم في Any Level. فمختار مثلا Ground. وقال له Next. وبعد كده اقول له Browse. وروح مختار بقى المكان اللي فيه الصورة تحتي. اعطي قضية وقال Open. احطي الاصطورة بالشكل دوت فقال له Next. عشان يدخل اللوحة دي بالشكل مصبوط فانا هايس مثلا من هنا الهنا. وقال له ان دي مثلا 2 متر. عشان نحفظ على الماسات وتطلع مصبوطة. وقال له ان دي اتنين متر. وقال له الشكل دوت. وقال له Finish. فابدأ دخلي الصورة في قلب الشغل بتاعي. وقدر ان انا اشتغل عليها. اقدر اقول له هنا اخش هنا. اقول له انا عايز ارسم مثلا Wall. فابدأ ارسم ال Wall بتحت اذا ما عايز. ممكن اقول له Free. وابدأ ارسم ال Wall بتحت مثلا من هنا. لهنا. لهنا. وهكذا وبعد كده تروح بقال له 3D. تبدأ تشوف الحاجة اللي انت ارسمتها. تبدأ تشوف الشغل بتاعك. موسيقى موسيقى